الثامن صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز لأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبد الفتاح أسيسي حرصة مصر على مواصلة العمل المشترك مع رواندا لتقوية أواصر الأخوة والتعاون التي تربط البلدين جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بنظيره رواندي بولكا جامي لتهنئته بمناسبة فوزه في الانتخابات بفترة رئاسية جديدة من جانبه أكد الرئيس أروندي مواصلة بلاده العمل على تعزيز التعاون مع مصر على مختلف الأصعضة في ضوء العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمعهما وتكثيف التشاور بين الدولتين بشأن الموضوعات والقضايا المطروحة على الساحة الأفريقية ينقش مجلس النواب اليوم في جلسته العامة تقرير اللجنة البرلمانية المختصة بدراسة برنامج الحكومة وأوسط اللجنة البرلمانية بأغلبية أعضائها بمنح الثقة للحكومة برئاسة مصطفى مدبولي كما أوصت بإصدار تقريرها النهائي للعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب على أن يتم وضع أجندة تشريعية تتضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة وبشكل يتفق مع برنامجها أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك مجموعة من الملفات العاجلة التي يتعين الاهتمام بها في صدارة الأولويات وتتمثل في خفض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وخلال ترأسه الاجتماع الأول للمجموعة الوزرية الاقتصادية كلف مدبولي بوضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع الأحداث العالمية والإقليمية الحالية والمتوقعة وتدعياتها على كل من الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي قال مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة أسامة عبدالخالق إن احتلال إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح أدى إلى توقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع بالشرق الأوسط أكد عبدالخالق ضرورة التزام إسرائيل بالقوانين الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية مشيرا إلى أن المنطقة والعالم لن يتحمل حربا أخرى في الشرق الأوسط خاصة مع التصريحات المتكررة وغير المسؤولة من جانب بعض المسؤولين الإسرائيليين حول شن عدوان واسعا على الأراضي اللبنانية وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيفة على مناطق متفرقة بقطاع غزة وأضحت مصادر فلسطينية أن غارة إسرائيلية استهدفت محيط مركز أبو مديم بشار صلاح الدين وسط قطاع غزة ما أسفر عن عدد من الشهداء والمصابين كما استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم أنصيرات وسط قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالنت أنه يمكن أن يتغير الوضع بشكل سريع ومفاجئ من جهد رئيسي في الجنوب إلى جهد رئيسي في الشمال مع الحدود مع لبنان يأتي هذا في الوقت الذي شنت فيه الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات عيترون وطيبة والقنطرة تزامنا مع تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي في أجواء الجنوب من جانبها أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق 80 صاروخا باتجاه مناطق مأهولة في نهاريا وميرون خلال 24 ساعة أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه قد يتعين تقييم ترشحه للانتخابات إن واجه حالة طبية يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه البيت الأبيض أن الفحوص أثبتت إصابة بايدن بكوفيد-19 أثناء رحلة إلى لاس فيجاس لحضور تجمع انتخابي مضيفا أنه يعاني من أعراض خفيفة في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة زوار مهرجان العالمين وزيادة التفاعل معهم تم إطلاق تطبيق جديد للمهرجان يقدم مجموعة واسعة من الخدمات والمميزات التكنولوجية الحديثة يعد تطبيق خطوة متقدمة نحو دمج تكنولوجيا في الفعاليات الثقافية والسياحية والرياضية بمصر حيث يسهم في تحسين تجربة الزوار وتوفير معلومات شاملة حول الأنشطة والفعاليات